شارك معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط في فعاليات ملتقى وجائزة التمييز القيادي للمرأة السادس في قطاع النفط والغاز لواس 2020 والتي يقيمت بتقنية الاتصال المرئي عن بعد تحت رعاية معاليه وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين من مختلف دول العالم في مجال الطاقة وبدعم من الهيئة الوطنية للنفط والغاز وجمعية مهندسي البترول والاتحاد الخليجي للتكرير وشركة نفط البحرين بابكو وشركة أرامكو السعودية وأكد معالي وزير النفط على استمرار رعاية فعاليات ليواس للمرأة السادسة وهو ما يؤكد على ما تحظى به المرأة في البحرين من رعاية واهتمام من لد جلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والحكومة الموقرة كما يجسد مدى الإيمان بقدرات وإمكانيات المرأة البحرينية في جميع المجالات سيما في مجال النفط والغاز كما أشاد معالي وزير النفط بالجهود الكبيرة التي تقوم بها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة قرينة العاهل المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على صعيد تمكين وتقدم المرأة وما توليه سموها من حرص للنهوض بواقع المرأة في مملكة البحرين كما أوضح معالي الوزير أن الملتقى يعد منصة علمية وعملية للتعلم من القيادات النسائية اللائي حققن إنجازات مشهودة في مختلف المجالات والتواصل مع مثيلاتهن في قطاع الطاقة هذا وقد شارك في الملتقى أكثر من سبعمائة مشارك من ثلاث وخمسين دولة من أنحاء دول العالم بالإضافة إلى مشاركة أكثر من ثلاثمائة وثلاثين شركة متخصصة في هذا المجال الحيوي ترجمة نانسي قنقر